بسم الله الرحمن الرحيم أبناء وبناتي طلاب وطالبات الصف السابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مجددا في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية عنوان الدرس قصيدة أماه للشاعر علي الجنبلاطي أهداف درسنا لهذا اليوم أن يستخلص الطالب الفكرة العامة من القصيدة بشكل صحيح أن يحدد العلاقات اللغوية بين الكلمات في القصيدة بمهارة أن يستنتج الأفكار الرئيسة والفرعية لأبيات القصيدة أماه للشاعر علي الجنبلاطي من الشاعر؟ وماذا تعرف عنه؟ نبذة من حياة الشاعر علي الجنبلاطي شاعر مصري ولد بمحافظة الشرقية عمل في التعليم وألف كثيرا من الدواوين الشعرية منها لبيك يا رباه وتسابيح في شهر الهدى ولقب بشاعر المعلمين وتوفي عام الف وتسعمائة وستة وسبعين عزيز الطالب قم بفتح الكتاب صفحة مئة وتسع وعشرين وقرأ القصيدة التي بين يديك قراءة صامتة من أجل تحديد الفكرة العامة لهذه القصيدة واستكشاف الكلمات الجديدة والصعبة أنصحك بإيقاف عمل المقطع المرئي ومن ثم القيام بالقراءة عزيز الطالب أظنك قد انتهيت من قراءة القصيدة قراءة صامتة أريدك عزيزي أن تنتبه إلى كيفية استنتاج الفكرة العامة للقصيدة وتذكر دائما أن الفكرة العامة هي الفكرة الجامعة الموحدة التي يتحدث عنها النص بشكل عام وتربط كل أجزائه أو ما يريد الشاعر قوله بعد أن انتهيت من القراءة الصامتة الآن بمقدورك أن تجيب عن هذه الأسئلة الثلاثة وهي أسئلة أسئلة القراءة الصامتة السؤال الأول من يخاطب الشاعر في قصيدته من؟ هذا سؤال سهل لا يمثل شيئا أمام أبنائنا النجباء نعم هو يخاطب الأم أحسنتم إذن يخاطب الشاعر أمه السؤال الثاني ما أكبر غنم يراه الشاعر في حياته ما أكبر مكسب ما أكبر فوز نعم نعم يا أبنائي إنه رضى الأم أكبر غنم هو رضى أمه ما الهدية التي قدمها الشاعر لأمه حسب فهمك النص ما هذه الهدية ماذا قدم لها قدم لها مالا قدم لها عقارا قدم لها سيارة لا والله إنما قدم لها حبه وإذا أحبها بما يليق بها قدم لها كل شيء وافتداها بحياته تعالوا بنا أبناء الأعزاء لنقف عند الفكرة العامة للقصيدة ونتساءل دوما عند كل نص ما الفكرة العامة للقصيدة ما هذه الفكرة التي تمحور حولها الحديث من بداية القصيدة إلى نهايتها أسمعكم كل منكم يهمس بإجابة هي إجابة صحيحة ولكن أعلي صوتك بها إنها ذكر فضل الأم التي عم عطاؤها الوجود الله ما أحسنكم ما أبهاكم تعالوا بنا لنستمع إلى القراءة النموذجية لهذه القصيدة أماه ذقت الحياة ذقت الحياة على يديك وطالما فاضت بمنهل للنعيم يداك يسري حنانك في دمائي مثلما تسر النظارة في الخميل الزاكي هيها تتوجد في الحياة سعادة إلا إذا جادت بها كفاكي تتهللين إذا ابتسمت وإن بكت عينا يفجرت الأساع عيناكي ما أنت ما أنت إلا نبع حب ترتوي منه النفوس فلا تجل سواكي مهما غنمت من الحياة فلن أرى شيئا يضارع في الحياة رضاكي فتقبلي حب القلوب هدية فلطالما أهديتها نعماكي أماه 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 أفراح الوجود تجمعت ليكون عيد الكون من مغناكي أنت الحياة أنت أنت الحياة جمالها وبهاؤها لولاكي لم ننعم بها لولاكي والآن لتحديد العلاقات اللغوية واستنتاج الأفكار الرئيسة اتبع الآتي تذكر المقصود بكل من الترادف والتضادي وإذا أردت أن تستذكره فراجع المقطع الأولى من موضوع لجنة المشاريع والإرث بدروس التعلم عن بعد ثانياً اقرأ الأبيات المحددة من القصيدة قراءة متأنية فاهمة وفهم المطلوب جيداً ثم استخرج صغ وألف فكرة رئيسة تشمل الأبيات المحددة من القصيدة وتجمعها العلاقات اللغوية والأفكار الرئيسة استخرج من الأبيات الثلاثة الأولى ما يلي مرادف كلمة امتلأت مرادف كلمة يجري مضاد كلمة الحزن مضاد كلمة الموت أريدك الآن أن توقف عمل المقطع ثم تعود إلى الكتاب المدرسي صفحة مائة وتسعين وعشرين وتستخرج ما هو مطلوب من أظنك قد انتهيت من البحث عن هذه الكلمات وتوصلت إليها وهي كالآتي مرادف كلمة امتلأت نعم فاضت مرادف كلمة يجري نعم أحسنتم يسري مضاد كلمة الحزن نعم السعادة مضاد كلمة الموت نعم الحياة فما الفكرة الرئيسة لهذه الأبيات الثلاثة أسمعك أحسنت أيها الغالي نعم بالطبع هي جمال الحياة ورونقها في كنف الأم ووجودها أيضا مع العلاقات اللغوية والأفكار الرئيسة استخرج من الأبيات من الرابع إلى السادس ما يلي كلمتين مترادفتين كلمتين متضادتين مرادفة كسبت ونلت مضاد غضبك ثم استخرج الفكرة الرئيسة لهذه الأبيات من الرابع إلى السادس أوقف عمل المقطع الآن ثم عد إلى الكتاب المدرسي واستخرج ما طلب منك أظنك قد انتهيت يا عزيزي من هذا البحث وتوصلت إلى الإجابات الصحيحة التي هي كالآتي كلمتين مترادفتين نعم أحسنتم تتهللين تتهللين وابتسمت كلمتين متضادتين نعم أحسنتم ابتسمت وبكت مرادف كسبت ونلت كلمة واحدة هي غانمت مضاد غضبك نعم اللهم ارزخنا رضاك رضاك أحسنتم أيها الأفذاذ النجباء أما عن الفكرة الرئيسة لهذه الأبيات من الرابع إلى السادس فتنتظمها فكرة هي شعور الأم بابنها وحرصه على احترامها لينال رضاها أحسنتم أيضا مع العلاقات اللغوية والأفكار الرئيسة نستخرج من الأبيات من السابع إلى التاسع كلمتين مترادفتين ومرادفة إحسانك ومضاد ارفضي ومضاد تفرقت عليكم الآن أن توقفوا عمل المقطع المرئي ثم تعودوا إلى القصيرة لإنجاز ما طلب منكم لعلكم قد انتهيتم من ذلك أسمعك وأنت تقول أن الكلمتين المترادفتين هما جمالها وبهاؤها نعم وأنت لاحظت أن مرادف إحسانك نعم نعماك أنعم عليه أي أحسن عليه أو أحسن إليه ما مضاد ارفضي نعم تقبلي ما مضاد تفرقت أحسنتم أيها المتميزون مضاد تفرقت نعم كما قلتم تجمعت إذن الفكرة الرئيسة لهذه الأبيات هي وجوب رد المعروف للأم لماذا لما لها من قيمة تحققت بإحسانها لأبنائها وإسعادهم عليك الآن أن توقف هذا المقطع وتعود إلى المصدر الرئيس في صفحة مئة وثلاثين ثم تجيب عن هذا السؤال لتعزيز فهمك للعلاقات اللغوية وأيضا عليك أن تجيب عن هذا السؤال في صفحة مئة وواحدة وثلاثين وأيضا عن الأسئلة الثلاثة التي تليه من أجل تعزيز فهمك للأفكار الرئيسة والفرعية لهذا النص أبناء العزاء إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم دمتم في أمان الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة